معنا مشاهدين من العاصمة العراقية بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا ما همية المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وهل تسير ضمن السقف الزمني المتوقع بسم الله الرحمن الرحيم المرحلة الأولى كانت فيها توجه للتجاوز العقبات التي هي جزءا من مسرح العمليات وعلي بها المعوقات الطبيعية التي تتعلق بالتضاريس الجبال وكذلك الأنهار التي بشكل أو بآخر جعلت القطاعات تمارس نشاط الأخذ بمبدأ الحرب البرمائية واتباع اسلوب مدى الجسور البرمائية هذه كانت هي المعادلة الأهم في المرحلة الأولى وقد تحقق أنصر مبارته في تحقيق خرق لمنطقة لم تكن متوقعة من قبل التنظيم وعني بها عبور نهر الزاب وكانت بسقوف زمنية سريعة أدت بشكل أو بآخر إلى ليس كسر خط الصد وإنما تشتيت منظومة القيادة والسيطرة وبالتالي تحولت المجاميع إلى مجاميع سائبة لا ترخضى على منظومة قيادة والسيطرة المرحلة الثانية هي مرحلة التوجه باتجاه فتح أجنحة القطاعات وتعدد المحاور تمهيدا لعملية تنتهي بالسيطرة على مركز القضاء بإذن الله دكتور المرحلة الأولى كما ذكرت حضرتك تجاوز العقبات التضاريس مثل الجبال والأنهار وما إلى ذلك الآن أبرز العقبات أو الصعوبات في المرحلة الثانية لتحرير كامل قضاء الحويجة من احتلال داعش التي تواجه طبعا القوات الأمنية نعم العقبة ربما المؤثرة التي أدت بشكل أو بآخر حتى إلى إبطاء القفزات البرية هي وجود كم كبير من التفخيخ سواء إن كان للطرق الرئيسية المنازل وبسبب فترة بقاء التنظيم لسنوات عديدة تمكن من أن يقوم باستحضارات معركة تصل بعض الأحيان إلى ما يطلق عليه بالتفخيخ المركب وهذه بالحقيقة ممكن معالجتها ولكن تستنزف جهود وسقوف زمنية أعلى ولذلك شغل بشكل أو بآخر الجهد الهندسي وإذا شغل الجهد الهندسي فمعنى ذلك أن مسرح العمليات سيكون فيه نسبة إبطاء علما أننا لا نمتلك قوات مجوقلة قوات خاصة محمولة جوان قادرة على تحقيق قفزات جوية لتجنب بعض المناطق التي كثف فيها التفخيخ فلذلك الاعتماد على الاندفاع برا وعلى القفزات البرية يجعل مسرح العمليات بطئة بعض الشيء دكتور ما هو تفسيركم لقتل هذا العدد الكبير من مسلحي داعش داخل القضاء نحن نتحدث هنا عن تقريبا 144 إرهابي قتلوا خلال الفترة هذه هل هو نتيجة قوة وبسالة القوات الأمنية العراقية ومهرتها الآن في قتال داعش أم بسبب ضعف صفوف داعش وانكسار معنوياته بسبب خسارة لمناطق عدة في العراق وخارج العراق في سوريا أيضا؟ نعم بالحقيقة هناك تنامي للقدرات القتالية وكذلك انهيار بالمقابل في القدرات المعنوية للتنظيم ولكن لا ننسى أن هناك قدرة استمكان عالية جدا وبتحديد في هذه المعركة تم تأمينها عبر الحجز العشائري الحجز العشائري لم يشارك فقط بقوة قتالية وإنما أمن قاعدة بيعنات دقيقة على أساسها تم التخطيط استراتيجي لإدارة المعركة وأخذ بنظر الاعتبار الرصد والاستمكان المبكر لمجاميع العدو وهذه أعطت فرصة للقطعات في مشاغلة تجمعات العدو برا وجو فألحقت بها هذه الخسائر لذلك هذا الإنجاز الحقيقي هو إنجاز يحسب للسكان المحليين اللي بالحقيقة عانوا الأمرين من التنظيم فكانوا جهد ساندا وعونا للقطعات في تأمين جهد الاستخباري والجهد القتالي في آن واحد دكتور إذن يمكن القول أن القوات الأمنية العراقية ستواصل إسناد الدور الكبير أيضا كما ذكرت حضرتك لأعشائر في تقدمها لعم بالحقيقة لا نمتلك خيار إلا أن نذهب باتجاه تفعيل الجهد المحلي لأن الجهد المحلي هو الضامن للمنجز اللي لم يكن متفاعلا مع المنجز لا نستطيع أن نتحدث عن تحرير التحرير هو في تمكين السكان المحليين في مسك الأرض وكذلك إعادة ما دمر من العمليات العسكرية فدور السكان المحليين هو الضامن علما أن هذه العشائر بالتحديد العشائر المتواجدة في الحويجة هي أساسا عشائر مقاتلة لديها قدرة مسك الأرض تمهيدا لعادة الوحدات الإدارية إلى العمل منها الوحدات الساندة سواء كانت شرطة محلية أو شرطة اتحادية فبالحقيقة الجهد للسكان المحليين سيكون مهما وفاعلا في المرحلة القادمة بإذن الله دكتور يوم أمس شاهدنا تقريبا نزوح 900 شخص من قضاء الحويجة هل يمكن القول أيضا أن القوات الأمنية العراقية أصبحت على مهارة أكثر في تأمين خروج آمن للمدنيين وطرق خروج سليمة نعم خضع هذا الأمر التنسيق من مشترك قبل انطلاق العمليات وأيضا كان التنسيق مع البيش مارقة في تأمين المعابر آمنة ولكن قدرة التنظيم في السيطرة والتحكم في المدنيين في مسرح العمليات باتت أضعف ومع تقادم العمليات انهارت قدرة التنظيم في التحكم بالمدنيين سواء بوصفهم دروع بشرية أو رهائن ما السبب دكتور؟ التنظيم بالحقيقة المستوى العددي يعني ما عاد يمتلك قدرات بشرية قادرة على أن يتمكن من فرض إرادة في ميدان المعركة وإضافة إلى أن المجتمع العشائري يرفض بشكل أو بآخر الإذعان للتنظيم وإحنا بالحقيقة حينما نتحدث عن الحويجة وحتى في منطقة الشرقات أعطت العشائر خسائر كبيرة من أبنائها نتيجة يعني معاناة ومأساة كبيرة من هذا التنظيم لأنها لم ترفض الإذعان للتنظيم فطبيعة التماسك العشائري أدى بشكل أو بآخر إلى ارتقاء قفضة التنظيم لم يستطع أن يفرض إرادة عليهم ولكن هو كان بشكل أو بآخر يحاصر المدينة ويتحكم بها ولكن لم يخضعهم كإرادة للأنصية على رغباته شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة حدثنا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري ترجمة نانسي قنقر